يوم 11 مارس سنة 2001 التليفون رن في مكتب الرئيس مبارك والمنتصل كان المستشار الألماني شرودر مبارك رفع السماعة وبعد التحية اتفاجئ بالمستشار الألماني بيقوله سيادة الرئيس الحكومة والشعب الألماني وثقين إنكم هتعملوا كل اللي تقدروا عليه لحماية السياح الألمان المخطوفين في اللقصر والحفاظ على حياتهم الرئيس مبارك سكت ومعلقش وافتكر المستشار الألماني اتصل بي بالغلط لكن لقى شرودر مكمل كلامه بجدية شديدة وبيقوله مصر وألمانيا بينهم علاقات تاريخية قوية والصداقة بيني وبينك أقوى من علاقتي بأي زعيم تاني عشان كده أرجو نكون على علم بكل تطورات وكبول مشاركة عناصر من أجهزة الأمن الألمانية في التعامل مع الحادث سيدي الرئيس رجاءً 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 الحفاظ على أرواح المخطوفين مبارك رد عليه وقال له ما تقلقش لكن ما كانش عارف المستشار الألماني بيتكلم عن إيه أصلاً وبعد ما انتهت المكلمة انفعل بشكل ما حصلش قبل كده واتصل فوراً بوزير الداخلية حبيب العدلي وهنا كانت المفاجأة التانية الرئيس اكتشف إن حبيب العدلي ما عندوش أي معلومات عن الموضوع أفل السكة في وشه بعد ما اداله دش سخن زي ما بنقول وبعدها كلم عمر سليمان وكلفه يشوف إيه اللي حصل بسرعة جداً وبعد شوية اتصل عمر سليمان بالرئيس مبارك سأله وصلتوا لإيه عمر عمر سليمان قال له فعلاً في أربع سياح ألمان اتخطفوا في اللقصر الرئيس قال له في اللقصر؟ إزاي الكلام ده يحصل وما نعرفش بيه وبعدين سأله الألمان عارفوا قبلنا إزاي عمر عمر سليمان رد يا ريس الولد اللي خطف السياح اتصل بالسفارة الألمانية في القاهرة وقال لهم إنه شغال مرشد سياحي وإنه خطف أربع ألمان ومش هيرجعهم إلا لو مراته الألمانية رجعت ولاده الاتنين اللي خدتهم مسافرت بعد ما اختلفوا سوا والولد كان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر